يا حسين يا حسين باعتبار أن اليوم آخر أيام التحصيل ونعطل الدرس بعد ذلك إلى ما بعد الزيارة الأربعينية الشريفة نتكلم بموضوع خاص بالزائر وبالزيارة زائر الحسين صلوات الله عليه يحظى بمقام معنوي عظيم كثير الخير والبركات بعض هذه البركات يعرفها الزائر وبعضها ينبغي أن نستنطق الروايات الشريفة حتى نعرف هذا المقام أو هذه المقامات لأن هذه المقامات من عالم الملكوت من عالم الغيب لا يدركها الناس إلا إذا تحدث عنها المعصوم صلوات الله عليه لذلك ينبغي أن يرجع إلى ما ورد عن المعصومين عليهم السلام في شأن الزائر والزيارة أستعرض بعض هذه الروايات حتى نرى المضامين والحقائق التي تستخلص منها في هذا الشأن هذه الروايات رواها الشيخ الجليل ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات في الباب التاسع والأربعين عنوان الباب ثواب بن زار الحسين راكبا أو ماشيا الرواية الأولى يرويها الشيخ ابن قولويه عن جماعة من مشايخه مواحد اثنيا جماعة من مشايخه بسند متصل عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخته الرواية من حيث السند معتبرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا حسين ودققوا في متن الروايات لأن فيها أضواب للمعارف هذه الروايات يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليه والسلام إن كان ماشيان كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة حتى إذا صار في الحائر يعني وصل الحائر الشريف كتبه الله من المفلحين المنجحين حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حتى إذا أراد الإنصراف أتاه ملك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى يعني الذنوب التي مضت مغفورة هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله لزائر الحسين الرواية الثانية أيضا بسند معتبر عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه السلام فله هذا من الوعد الأكيد المتحقق فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه هذا الزائر بكل خطوة يقدس حتى يأتيه يعني يأتي قبر الحسين عليه السلام فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال عبدي سلني أعطك أدعني أجبك أطلب مني أعطك سلني حاجة أقضيها لك قال وقال أبو عبد الله عليه السلام وحق على الله أن يعطي ما بذل يعني هذا وعد الرواية الثالثة أيضا بالإسناد المعتبر عن الحارث بن المغيرة قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام فإذا هم الرجل بزيارته أعطاهم ذنوبه يعني الله يعطي للملائكة ذنوب هذا العام يطلعهم على ذنوبه أو يخيرهم في ذنوبه فإذا خطا محوها إذا بد بالخطوات يمحون هذه الذنوب ثم إذا خطا يعني استمر ثم إذا خطا ضاعف له حسناته فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة ثم اكتنفوه الملائكة اكتنفوه وقدسوه وينادون ملائكة السماء أن قدسوا زوار حبيب حبيب الله في نسخة بدل زوار حبيب الله فإذا اغتسلوا ناداهم محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه السلام أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة الضامن أمير المؤمنين صلى الله عليه ثم اكتنفهم النبي صلى الله عليه وآله عن ايمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم الروايات كثيرة نكتفي نحن بهذه الروايات الثلاثة التي ذكرناها البحث من الناحية السندية لا ينبغي أن يقع لأن هذه الروايات معتبر سندا وإنما الكلام في فقه الحديث في فقه هذه الروايات ما يستفاد من هذه الروايات هناك معارف كثيرة يمكن أن تستل من كل واحدة من هذه الروايات ولكن نحن نكتفي بالإشارة إلى ثلاثة منها فقط اللي هذه الثلاثة مستلة من المجموع من مجموع الروايات الثلاثة الحقيقة الأولى أن زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام تختصر بالعبد المسافات الطويلة في المعنويات تكريم خاص يناله العبد بزيارته للحسين صلوات الله عليه هذا التكريم لم يرد في غير الحسين ولم يرد في غير الزيارة من هذا التكريم الله تبارك وتعالى يكرم زائر الحسين مباشرة يجعله مناجاه ناجاه الله الله يكلم عبده يناجي عبده وخاتم الأنبياء صلوات الله عليه يحتف به ويسلم عليه وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يضمن له قضاء حوائج الدنيا والآخرة وملائكة الله تقدسه وتحتف به تمحي سيئاته وتعطيه الحسنات هذا التكريم خاص لا يحظى به الإنسان المؤمن في أي عمل من الأعمال ربما الإنسان المؤمن يصلي ويصوم ويحج ولهذه الأعمال أكو تكريم من الله عز وجل ولكن التكريم شنو أن يعطى ثواب هذه الأعمال ويدون في صحيفة أعماله وين يعطى بالآخرة يعطى أما في زيارة الحسين مو يعطى الثواب الله يستضيفه النبي يستضيفه أمير المؤمنين يستضيفه والملائكة تقدسه مو في الآخرة وهو في طريق زيارته وفي طريق الزيارة ينال هذه الدرجة العظيمة من الشرف وأيضا ربما الإنسان المؤمن في صلاته في حجه في صيامه يكرم ويعطى الثواب الجزيل الشروط إذا توفرت شروط هذه العبادات يعطى الثواب الجزيل أما إذا ما توفرت الشروط ماكو ضمان بتحصيل الأجر والثواب ضمان ماكو وفي مورد الضمان أيضا يعطى الأجر بعد إنجاز العمل بعد أن يصلي بعد أن يحج بعد أن يصوم يعطى هذا الأجر العظيم لكن في زيارة الحسين بلا قيد وشرط يكرم هذا التكريم وفي نفس الوقت يعطى هذا الأجر العظيم قبل إنجاز العمل منذ أن يخرج من منزله حسب منطوق الروايات منذ أن يخرج من منزله يبدأ إعطاء الأجر وارتقاء المقامات والمعنويات كل خطوة يخطوها في طريق الزيارة هي مكرمة عند الله عزه كل خطوة تمحي عنه السيئة وتعطيه الحسنة كل خطوة محسوبة بهذا التكريم مع أن الخطوة ليست هي الزيارة وليست هي علة للزيارة وإنما هي من المقدمات الإعدادية للزيارة أما في العبادات الأخرى الجزء جزء العبادة وحده ليس فيه هذا التكريم التكريم لكل العبادة وفي ذلك نكتة مهمة زائر الحسين يبلغ مقام حتى يصير زائرا لله في عرشه يزور الله تبارك وتعالى في عرشه هذا المقام والمنزل يحتاج إلى ارتقاء معنوي كبير من قبل الزائر لابد أن يمر الزائر بمراحل تصفية وتزكية وارتقاء معنوي حتى يكون بمستوى يليق في أن يكون زائر لله تبارك وتعالى في عرشه هذه مسيرة التصفية والتزكية تبدأ منذ أن يخرج من منزله حتى إذا بلغ الحائر تحول إلى إنسان أخر تحول إلى مقام رفيع قديس رفيع يليق بمقام زيارة الله تبارك وتعالى في عرشه إذن هذه المقامات التي يطويها الزائر في طريق الزيارة تختصر المسافات الطويلة اللي العباد الزهاد الصالحون الأولياء يفنون أعمار لأجل بلوغ بعض هذه المراتب وفي كثير من الأحيان لا يبلغون لكن زائر الحسين يبلغها بزيارته للحسين هذا تكريم للزائر كرامة للحسين صلوات الله عليه هذا فضل من الله تبارك وتعالى إذا بلغت القضية إلى درجة الفضل والتكريم ينقطع الاستغراب بعد لا يبقى مجال لأحد في أن يستغرب كيف يبلغ الزائر هذه الدرجة بهذه الزيارة برحلة الزيارة هذا عطاء من الله تكريم من الله لكرامة الحسين صلوات الله عليه عند الله عز وجل بعد العبد إذا دخل الحائر ينال مقام المناجات مع الله ناجاه الله من من العباد الصالحين بلغ هذه الدرجة بحيث الله عز وجل يناجيه الأنبياء والأولياء فقط العبد إذا دخل الحائر الشريف ناجاه الله وفتح له خزائنه سلني أعطك شتري أطلب أعطك هذه حقيقة يبلغ هزائر في طريق الزيارة الحقيقة الثانية في بعض هذه الروايات التي قرأناها عليكم مفردات كل واحدة من هذه المفردات تفتح الأذهان والقلوب لحقائق أخرى منها في الزيارة الأولى يقول عليه السلام خرج من منزله يريد قبر الحسين بن علي خرج من منزله يريد هذا خرج من منزله يفرق فيه الرجل عن المرأة الكبير عن الصغير المريض أو الصاحي الغني أو الفقير أبدا إطلاق خرج من منزله الرجل يكون امرأة كبير يكون صغير يكون مريض يكون صاحي يكون لا فرق يريد قبر الحسين يريد هذه هنا يظهر فقه الحديث يريد قبر الحسين يعني داعيه سبب الخروج من منزله هو الزيارة فقط من دون ضمائم أخرى لا تنظم إليه الضمائم الأخرى الداعي والسبب لخروجه من منزله هو قبر الحسين صلوات الله عليه مو أن يظم في ضمن الدواعي مثلا التجارة أو يظم في ضمن الدواعي مثلا الترفيه أو زيارة الإخوان ونحو ذلك من دواعي منطوق الرواية الأولى يقول خرج من منزله يريد قبر الحسين هذه الإرادة ظاهرة في التمامية وفي الفعلية يعني لا يريد غيره هذه المقامات المعنوية بهذه الإرادة تتحقق وهذه مسألة ينبغي الالتفات إليها ومن هذه المفردات قوله عليه السلام خرج من منزله يريد قبر الحسين ماشيا ماشيا في الرواية الثانية والثالثة أكو إطلاق ما قيدت الخروج من المنزل بالمشي أكو إطلاق فتشمل من خرج ماشيا ومن خرج راكبا ولذلك تفاوة الأجر في الرواية الأولى خرج ماشيا كتب مفلحا منجحا وكتب من الفائزين ورسول الله صلى الله عليه وآله يقرئه السلام ويقول له استأنف العمل أما في الرواية الثانية والثالثة فيها عطاء تقضى حوائجه تمحى ذنوبه ولكن ليس كمثل من خرج ماشيا فأكو فرق بين العطاء وكل ذلك تقول الرواية كتبه الله يعني فضل هذا اللسان فضل هذا اللسان تكريم ومن هذه المفردات قوله عليه السلام في الرواية الأولى كتبه من المفلحين والمنجحين المفلح مأخوذ من فلح وأفلح أفلح المؤمنون كما في قوله عز وجل الفالح هو الذي اجتمعت فيه خلال الخير يقال له فالح والفلاح ضربان كما هو المعهود عند أهل اللغة وغيرهم فلاح دنيوي وفلاح أخروي الفالح دنيويا الذي اجتمعت فيه خلال الخير في الدنيا والفالح أخرويا هو الذي نال عطايا الآخرة جزاء الخير في الآخرة هذه الجملة الشريفة قد تقرأ بقراءتين قد تقرأ بصيغة اسم المفعول مفلحا منجحا كتبه الله مفلحا منجحا أي الله عز وجل يدرجه في قائمة من نجاهم من أدخلهم الجنة من من عليهم بالعطايا والهباد في الدنيا وقد تقرأ بصيغة اسم الفاعل مفلحا منجحا وهذه القراءة أقرب إلى الظهور وأقوى في المضمون الفرق بينهما أن في صيغة اسم المفعول العبد الزائر هو يكون فالحا ويكون ناجحا أما في صيغة اسم الفاعل مو فقط هو يكون مفلح وناجح وإنما يفلح الغير وينجح الغير يصير سبب لفلاح غيره وسبب لنجاح غيره فهذه الصيغة أقوى في مضمونها وأقرب إلى الظهور من صيغة اسم المفعول طيب في الفلاح قالوا تتحقق أربعة أشياء للإنسان الفالح أربعة أشياء تتحقق بقاء بلا فناء الفالح بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهد زائر الحسين الذي يخرج ويريد قبر الحسين مفلحا مو فقط هو باق بلا فناء وعزيز ليس بذليل وغني ليس بفقير وعالم ليس بجاهد وإنما يكون سببا لفلاح غيره المنجح مأخوذ من النجاح النجاح أي بلوغ الطلبات والحوائج فيكون سببا لقضاء حوائج الناس سبب لقضاء حوائج المؤمنين وهذا يتطابق مع مضمون الرواية الثانية لأن الزائر إذا دخل الحائر الشريف ناجاه البار عز وجل عبد سلني أعطك فإذا سأل الزائر قضاء حوائج الإخوان الأرحام من أوصاه من المؤمنين بالدعاء يكون مفلحا لهم ومنجحا لهم يحقق هذا الهدف وارد في بعض الأحاديث الشريفة أن بلوغ الدعاء مقام النجاح إذا دع الإنسان المؤمن لأخيه في ظهر الغيب هذا الدعاء الذي يكون دعاء ناجحا يعني تتحقق فيه الحوائج تستجاب فيه الطلبات ومن هذه المفردات قوله عليه السلام حتى إذا قضى مناسكه المناسك جمع منسك والمنسك هو العبادة استعمله بشكل خاص في أفعال الحج ولكن هذه الرواية أطلقت هذه العبارة على زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام لإلفات المؤمنين إلى أن الزيارة عمل عبادي محبوب عند الله يتقرب فيه العبد إلى الله تبارك وتعالى هو منسك ومنها قول الملائكة اللي الرواية تقول إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين هذا التوكيل يحتمل معنيين معنى أنهم موكلون بالقبر حاضرون عند القبر فالزائر إذا خرج من منزله يريد القبر من هناك يبدأون يدونون يمحون السيئات ويعطوه الحسنات وهذا المعنى لا بأس به ويحتمل أن يكون المراد هم موكلون بشؤون القبر ليس بالضرورة يكونون عند القبر في كل مكان في الأرض وفي السماء كل من يريد زيارة الحسين هناك صنف خاص من الملائكة أو كلهم الله عز وجل بمسؤولية القبر بشؤون القبر وهذا المعنى أيضا لا بأس به إطلاق الحديث يشمل الاثنين بعد ذلك الرواية تقول فإذا اغتسلوا ذول ملائكة الأرض الموكلون بقبر الحسين فإذا خرج الزائر محوا ذنوب أعطوه الحسنات وقدسوه خاطبوا ملائكة السماء أيضا قالوا قدسوه يعني ملائكة الأرض لهم تقديس خاص ويكلفون ملائكة السماء أيضا بتقديس خاص بعدين الرواية تقول فإذا اغتسلوا اغتسلوا وإن كان ظاهر الغسل أولا وبالذات الغسل المتعارف اللي الزائر حينما يأتي إلى قبر الحسين عليه السلام يستحب له الاغتسال ويستحب له التوضي إذا ما يتمكن من الاغتسال ونحو ذلك لكن قد يكون المعنى غير ذلك يعني هذا المعنى في نفسه جيد ولكن هناك معنى آخر إذا اغتسلوا يعني إذا دخلوا للزيارة وزاروا قبر الحسين عليه السلام لأن الماء يطهر البدن والزيارة تطهر روح تطهر القلب الذي يدخل لزيارة الحسين كمن يغتسل من ذنوبه وعاهاته يدخل بجوهر ظلماني ويخرج بجوهر نوراني انقلاب في الحقيقة يصير اكسير يصير لذلك الله عز وجل يناجيه الله عز وجل يخاطبه عبدي وهذا المقام مقام العبودية من أعلى مقام المعنويات فالذي يدخل إلى الزيارة كمن يغتسل في روحه في قلبه في وجدانه في ضميره ويخرج طاهرا مطهرا لذلك النبي صلى الله عليه وآله يرسل إليه ملك يقرئه السلام ويقول له استأنف العمل يعني يولد من جديد يولد من جديد وتفتح له صفحة جديدة في أعماله استأنف العمل من الآن فصاعدا يبدأ التدوين مرة أخرى الحقيقة الثالثة هذا المقام المقدس الشريف الذي يبلغه الزائر في زيارة الحسين بحيث يكون عبدا لله والله عز وجل يقر له بهذه العبودية والنبي يقر له بالرضى فيبعث إليه السلام وأمير المؤمنين يقر له بالرضى فيضمن له قضاء الحوائج والملائكة تقدسه هذا مقام التقديس مقام عظيم لا ينبغي للزائر أن يغفل عن هذا المقام الحسين قديس وزيارته مقدسة وزائره مقدس فإذا جاء الزائر وبلغ هذا المقام الرفيع بعد عودته من الزيارة لا ينبغي له أن يضيع بهذه الدرجة الرتبة الرفيع اللي حصلها في الزيارة هذا تضيع ما بعده تضيع أن الزائر يبلغ هذه الدرجة يصل للقمة فإذا عاد من زيارته غفل عن هذه القمة الله عز وجل كرامة للحسين يبدل جوهره الظلمان إلى جوهر النوران فلا ينبغي له إذا رجع من الزيارة أن يعود إلى ما كان عليه سابقا في أخلاقه في تصرفاته في سلوكه في أعماله شخص الذي يخرج نفسه من النور إلى الظلمات خسارة ما بعدها خسارة زائر الحسين إذا بلغ هذه الرتبة ما أجمل أن يكون في طول حياته هكذا في كل عمره هكذا هذه الزيارة الأربعينية الشريفة التي الناس حقيقة فيها المحبون الموالون يعيشون ارتقاء معنويا عظيما جدا في تفانيهم في إخلاصهم في محبتهم في مودتهم في تعاونهم في احترامهم يتبدلون يخرجون من حضيظ النواقص الإنسانية ويرتقون إلى المحاسن إلى الخيرات اللي يتتبع حالة خدمة الحسين وحالة زوار الحسين في أيام الزيارة يقول هذولا فرد ناس سقلوا سقلوا استنارت أنوار أرواحهم وقلوبهم وأفكارهم يبلغون درجة اصطفاء درجة تقديس فيا حب ذا لو أن الزائر والخادم لسيد الشهداء ينتبه إلى هذه الجائزة العظيمة إلى هذه الدرجة العظيمة التي نالها ويتمسك بها في طول العام لا يخسر هذا المقام لا ينزل عن هذه الرتبة في أيام الزيارة ملايين الناس يمشون والملايين يخدمون لا يتنازعون لا يختلفون لا يركضون وراء الدنيا كل يريد أن يعطي كل يريد أن يتقرب فلو كانت حالة المؤمنين في طول العام هكذا سيبلغون من المقامات والدرجات والتوفيقات العظيمة غير المتوقعة لما يحصلوها ربما في عبادة الليل والنهار يحصلونها في هذا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من زوار الحسين الحقيقيين ومن خدامه المخلصين ومن المتمسكين بالحسين قولا وعملا ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين اشتركوا في القناة